سنة التغيير واحدة من اهم السنن لحل المشاكل عبر العقود مهما كانت حجم المشكلة طبيعة الازمة التغيير في حد ذاته بيغير سواء كانت الشخصيات او السياسات او طريقة التعامل مع الازمة والمشكلة يمكن بلدنا على مدار السنوات اللي فاتت بتعاني مشاكل تقريبا في كل نواحي وقطاعات الحياة دينا مشكلة اقتصادية ازمة سياسية دينا مشكلة اجتماعية دينا مشاكل في الرياضة وفي النقل في التموين في الزراعة في الصحة في النقل والمواصلات في التعليم تقريبا مفيش قطاع في بلدنا الا وفي مشاكل وبالمناسبة مش عيب يحدث تغيير الوزير المخطئ يمشي المحافظ اللي مش عارف يدور المحافظة بتاعته يرحل وده مش عيب مش عيب انك تكون وزير تموين مثلا زي الدكتور عالم صلحي وفشلت في تدوير او في ادارة واحدة من الوزارات اللي بتهتم بلقمة عيش المواطن بقوط المواطن في ظل زيادة الاسعار مش عيب انك تقول سلام عليكم انا مش قد الشيلة او انا مش عارف اكمل معاكم فغيروني والتغيير سنة ومهما كانت حجم المشكلة بالمناسبة مهما كانت حجم الازمة مجرد تغيير الاماكن او الاشخاص القائمين على المؤسسة القائمين على المحافظة قائمين على الوزارة على الوحدة المحلية على الشركة الصغيرة او حتى على الدكان بيحدث تغيير حتى لو كان بسيطة انا ما بحبش اتكلم مع حضراتكم في السياسة ولا في الرياضة لكن في نموذج كده حصل الكام يوم اللي فاته بيقولك ان مجرد تغيير يحدث فارق على سبيل المثال نادي الزمالك مثلا نادي الزمالك ده التلات اربع سنين اللي فاته كان عنده مشاكل ملء السامع والبصر مشكلة في القيد مش عارف يا ايد اللعيبة مشكلة في الديون ازا النادي كان مهدد بالحجز عليه مشكلة في التعامل مع الجمهور مشكلة في التعامل مع النادي الاهلي مشكلة في التعامل مع الاتحاد مشكلة في التعامل مع اعضاء مجلس الادارة واعضاء النادي واللعيبة نفسه كل ده حصل على مدار الخمس ست سنين اللي فاتت اتغير واحد بس اللي هو مرتضى منصور. الا حصل اليومين اللي فاته. بدأ وجابه السيد حسين لبيب رئيس للنادي. اتحلت مشكلة القيد. اتحلت ازمة الديون. اتحلت مشكلة الزمالك مع النادي الاهلي ومحمود الخطيب كان في زيارة هي الاولى للزمالك منذ سنوات مبارح. اتحلت المشكلة مع الجماهير مع اتحاد الكرة. اتحلت كل المشاكل بمجرد تغيير شخص واحد وهو مرتضى منصور. تعالى ناخد هزي المشكلة او هزا النموذج نموذج نادي الزمالك ونطبقه على وزارة زي وزارة الزراعة. نطبقه على وزارة زي وزارة التموين. نطبقه على وزارة زي وزارة التنمية المحلية. نطبقه على محافظة زي محافظة المينيا. الناس فيها بتكح اطراب بسبب المشاكل وعدم وجود بنية تحتية. نطبقه على وزارة زي وزارة النقل. نطبق نموذج التغيير ده على كل المشاكل والازمات اللي احنا عايشينها. تطلع على طول بحل ناجح بحل ناجح نموذج نادي الزمالك محتاجين ويتطبق في بلدنا خلال الفترة اللي جاي دينا مشكلة في الاسعار تعال ادور المشكلة اساسها فين اساسها عند وزارة الزراعة اللي فراطت في حق الفلاح فمعدش فيه انتاج لا تعال نغير قيادات وزارة الزراعة مشكلتها عند وزارة التموين اللي طمعانة في المواطن والفلاح على حد سواء يبقى تعال نغير قيادات وزارة التموين مشكلتها في السادة المحافظين اللي مش موفرين للمواطن الخدمات ومش موفرين له كمان البنى التحتية تعال نغير وبعد ما نغير اكيد هنحس بفرق او هنحس على الاقل بحل حالة في الازمة اللي احنا عايشينها اللي خلت المواطن وشه في الحيطة الناس لابست في الحيطة خلال الفترة اللي فاتت بسبب الازمة الاقتصادية وزيادة الاسعار